أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 75 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاق بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة وذلك منذ انطلاقها في 13 يوليو الماضي أوضحت الوزارة أن المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف عن 19 مراداً وراثياً للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية